مدينة السوق دي والتفاف الدعم السريع حولها واستهدافه للمدنيين العزل الآن مجموعة للتفة دي هي مجموعة تنتمي قابليا للبيشي أولاد عمومته قالوا إحنا والله يا أخي مجموعة من أولاد عمومته المتمردين والما أعلنوا ولا ولا القوات المسلحة ما كلهم إحنا شفنا فيديوهات في بداية المعركة مجموعة من أهله أعلنوا أنه هم متبرئين منه ومتبرئين من تصرفاته وفيه الناس شعلوا السلاح ضده وربنا يعني يشهد بما في القلوب يعني فالتفاف الدعم السريع الليلة حول مدينة السوقي هي استراتيجية أسكرية لقطع الطريق وإيجاد مخرج جديد نحو مدينة القضارف وإيجاد مخرج جديد نحو مدينة أو كوبريدوبا فبغض النظر عن استراتيجية الدعم السريع في المعركة دي الآن إحنا بنقول إنه الدعم السريع جاي ينتغم لمقتل البيش والبيش ما زول بيثأروا ليه ولا زول عنده غيمة أصلا ولا كان كتلته السودان ده كله تمام؟ البيش ما زول ومات فطيس سيء وما عنده غيمة والحول إن شاء الله كلهم حيبادوا مش يتكتلوا حيبادوا قوات المسلحة مع المجموعة اللي التفت دي كان عندنا قوة في السوك يعني قوة حماية ما قوة هي قوة ما الشي حتى كانت وارتكزت في السوك ارتكاز بس يعني للتأمين أو توقع من القوات المسلحة وحسابات إنه الدعم السريع ممكن يعمل الالتفاف فالصدوا ليه هنا الحمد لله لحد ما بعد المغرب يعني ممكن المعلومات مقطوعة أو تلقوا المعلومات في سينار يعني لكن من مدينة السوك السورية زاتها طلعت بر الشبكة الحصل إنه اللتفوا على الدفاعات البرة وخشوا طوالي على المدينة بدون ما يمروا بيها يعني ما واجهوا الدفاعات شافوا لين شوارع زقاقات كده خشوا بيها لقلوا روحهم فجأة في السوك وفجأة قدام المؤسسات الحكومية بعدين انتبهت القوة للحاجة دي وكانت هي أسلحتها موجهة لبرة في مدينة السوك موجهة لبرة فالتفت القوة ورجعت وطاردوهم ودحروهم وبعدين اشتغل معاهم الطيران وحتى المغرب يعني الأمور كانت مستغرة وهادية ما عارف اللي بيحصل شنو لكن حتى المغرب أو بعد المغرب لحد العيشة كل المعلومات المتوفرة الحمد لله أن الأمور طيبة والوضع مستغر مواطنين بخير القوات المسلحة متماسكة القوات دخلت اندحرت يعني صورت فيديوهات وطلعت المعلومة التانية أنه حصل لهم إمداد وإسناد بأكتر من عشرين عربية مجهزة ومقاتل من سنار وصلوهم الحمد لله في مدينة السوك وكل المؤشرات بتقول إنهم بخير وصامدين واتجاوزنا إن شاء الله وبار المعركة بإذن الله ودعواتكم إن شاء الله للقوات المسلحة وللمواطنين ودعواتكم إنه ربنا سبحانه وتعالى يكسر شوكة الماليشيا ويتحرن ويبيدن بإذن الله في التركايل ما مفهومة ما زالت يعني إحنا بس بنتكلم في الفترة الفاتت ودار الناس يتحرك معايا في الحتة دي يعني يعني صوت واحد ما بينفعل إحنا لازم نعالج الخلل الحاصل الخلل الحاصل ده في التركيبة البنيوية حقة القوات المسلحة طريقة حركة الجيش الجيش ده بيتحرك بطريقة معينة الطريقة دي يا أخوانا يعني إحنا دارين نشوف نتائجة فإحنا مدنيين ملكية في نظر الجيش ما مفروض نتكلم في الخطفة العسكرية ده موضوع منتهي يعني زي ما العسكري ما بيتكلم في الطب ما بيتكلم في الهندسة ما يتكلم في الشوارع ما يتكلم في الاقتصاد كل زول صاحب شان يتكلم في تخصصه فإحنا الجيش بينظر لنا كده ما في شكال الخطة دي يا أخوانا بتدعمل عندها نتيجة أي خطة أنت بتضعها لازم يكون عندها نتيجة فإذا أنت بتضع في خطة لتأمين وسط السودان تأمين وسط السودان واللي هو منه بتتحرك المتحركات حسي يعني حسي إحنا شايفين الجيش بالدعم السريع دي بيطلع من مدني بيصل سنجة بيطلع من مدني بيصل الدندر فأنا كمواطن حزع للقيادة العسكرية والجيش وكل الناس يشعلك لاش قدر يطلع كيف من مدني يمشي السنجة أو يمشي الدندر الجيش عنده رد جاهز بيقول لي والله يا أخي أنا كجيش أسلحتي دي ما بقدر استخدمها في مناطق حرب مدن أحسن لي ألقى مساحات فاضية أقدر استخدم فيها شواز والمدافع السبعة وخمسين واستخدم فيها الدبابات على راحتي الأسلحة بتاعت الجيش هي أسلحة ثغيلة ممكن الديني مبرر زي دا أفهموا وأتقبلوا بقول ليوا كلامك صاح والله وربنا يعينكم ونسبتكم وإنتوا بواسل وإنتوا صامدين واسكت طوائل وانت ذاتك لما تتكلم أنا حقول لك أسكت الجيش ردك كده والجيش عارف نفسه بيعمل فيشنه العادو طلع ماشى سنجة في المساحة دي في الشارع أنا مفروض أتوقع عنه شنه الجيش يبيده طيب حلو وصل سنجة سرق شوى كب بنزين شال باقي الزخيرة في الفرغة شال باقي قروش حاسب العمال حق النه والمرتزغة شال باقي الأكل شال باقي الدقيق شال باقي العلاج ركب أي دعامة عربية وجراج عين تاني ماشوا مدني لما نسأل هسي أنا في مدني الحاصل شنو بيقول لي إحنا على بعد عشرين دقيقة من مدني الكلام ده أكتر من أربعة عشر يوم مدني ما فيها ولا زول الارتكازات الكبيرة كان كبر الارتكاز قاعد في كبر البوليس هس الليلة لما نسأل المدني الحاصل فاشنو والله الدعمة سريحة شد قواته في مدني وصلوها كيف الجيش بيقول لي أنا عندي خطة طبعا خطتين أنا بشتغل في مدينة أنا تفاهم الكلام ده دار قوة متخصصة لحرب المدن أحسن لي أنا جيشي ده معد ومجهز لقتال المساحات المفتوحة بدل أعمل لي كتيبة كلها خمسين نفر حرب مدن وانتظرهم لما نجو أحررهم مدني أنا أدار دقيق الدعام أطلعهم بر مدني وأشتغل فيهم بقوتي الكبيرة اللي هي قوة الجيش تسعة متحركات وعشرة متحركات أنا حبيد أقول له تمام طيب وصلوا سنجا سرقوا ونهبوا مشوا الدندر سرقوا ونهبوا مشكلتنا بينك في الدندر انسحبت لهم هس قواتنا دي كلها قاعدة فيهم رقم الدعم السريع قاعد في الدندر الدعم السريع قاعد في سنجا الدعم السريع قاعد في الجبل موية أنا ده عرفها مجيش هنا بيعمل فيشنو رسلوا من الله وفتحوا قريب فيشنو ما لكم قال لك الليلة مجموعات انشقت من الدعم السريع مدورة زخيرة والله يقول لك ماتوا منهم فوق الالف وثمينمية في يوم واحد مجموعة السودان كده المعارك كلها مجموعة بيتغرير ماتوا أكتر من الف وثمينة دعامي صح وماتوا كم مواطن يا جيش ويتوا الجيش مات منكم كم الدعام الليلة مات منهم كده والمواطنين مات منهم كده الجيش مات منكم كم الليلة مات منكم زول لأنك ما تحركت ما عملت حاجة ما عملت فعل ما بيجيك عوجها وانفذل بيدقك. ولا شنو؟ جوق داخلين السوكي انسحبتها. جوق داخلين دندر انسحبتها. داخلين سنجا انسحبتها. سوكتها اغواتك مشيت. حيموت الدعان والمواطن. انت انسحبتها بناء على خطة. الخطة ايشنو هي؟ انا بسكت حسدار زولي شرح لها الخطة هيشنو؟ الخطة انو نتيجته في النهاية يا اما انا دافع عن السوكي. يا اما انو انا استعيد سنجا. يا اما انو انا استعيد جبل موية. التلاتة ديل ما حصلا. لا دافعت عن السوكي. لا لا دافعت عن الدندر. لا دافعت عن القضارف. لا استعيدت جبل موية. ابقى الخطة في عيدتها شنو؟ داير زولي شرح لي. داير زولي شرح لي انا. صمود القوات المسلحة ساعات بعد شوية السوكي حينسحب منا الجيش كالا دا. وده متحركات السناد برضو حينسحب. برضو حينسحب. بتنسحب وليه؟ في شنو يعني انا داير فهم. دي المعركة مدورة. يا حج سلام عليكم كيو اخبارك شاء الله بخير الله باركم. داير زولي شرح لي. دي السوكي ودي المعركة مدورة. او دي السنجا والمعركة مدورة. الدعم السريح خشاها بيقوته وزخيرته ولا بانسحاب الجيش.